كيف يمكن لمعلم اللغة العربية أن يدرس قواعد النحو العربي للمتعلمين في المرحلة المتوسطة والثانوي؟ أو بطريقة أخرى، ما أهم طرق التدريس التي يمكن لمعلم اللغة العربية أن يستخدمها في تدريس قواعد النحو للمتعلمين في المرحلة المتوسطة والثانوي؟ هناك مجموعة من الطرق المتنوعة والمختلفة والشائعة التي يستخدمها كثير من المتعلمين عند تدريس قواعد النحو العربي في هاتين المرحلتين. لعل أقدم هذه الطرق على الإطلاق هي ما نسميه بالطريقة القياسية. الطريقة القياسية هي من أقدم طرق تدريس النحو العربي وقد احتلت على مدار فترة زمنية طويلة جدا المكانة الكبرى. الطريقة القياسية لها مجموعة من الإجراءات المحددة حيث تبدأ أولا بتقديم القاعدة النحوية للمتعلمين. إذن أول ما يفعله معلم اللغة العربية أنه يطلب من التلاميذ الانتقال إلى صفحة الكتاب المدرسي التي توجد فيها قاعدة النحو ثم يبدأ في قراءة القاعدة النحوية مباشرة أو يعرضها على المتعلمين من خلال صبورة إضافية أو من خلال البطاقات. المهم أنه يبدأ درسه بتقديم القاعدة النحوية بشكل مباشر للمتعلمين. فإذا مطمئن المعلم إلى أن المتعلمين قد قرأوا القاعدة النحوية جيدا فإنه يبدأ في شرح هذه القاعدة من خلال تقديم مجموعة من الأمثلة التي توضحها هذه الأمثلة تتضمن استخدام القاعدة ويبدأ المعلم في تحليل كل مثال موضحا كيف استخدمت القاعدة في هذا المثال. فإذا منتهى الطلاب والمعلم من تحليل الأمثلة الواردة على القاعدة انتقل بهم المعلم إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التطبيق على القاعدة. هذا التطبيق يكون الهدف منه ترسيخ وتعزيز ثبات القاعدة النحوية في أذهان التلاميذ بتطبيقها على حالات مماثلة. إذن كما هو واضح أمامك الطريقة القياسية تتحرك من تقديم القاعدة النحوية مباشرة إلى تحليل الأمثلة الواردة على هذه القاعدة إلى التطبيق على القاعدة من خلال أمثلة جديدة. هذه الطريقة القياسية تستند إلى عملية عقلية يسميها المتخصصون القياس الاستدلالي. في القياس الاستدلالي ينتقل المتعلم كما ترى معي من مرحلة إدراك الحقيقة العامة إلى مرحلة إدراك الحقائق الجزئية. ينتقل من المقدمات إلى النتائج. وبالتالي فالطريقة القياسية هي إحدى طرق التفكير التي يسلكها العقل البشري. هذه الطريقة رغم أنها استمرت فترة زمنية طويلة في تدريس قواعد النحو في اللغات المختلفة، إلا أن عدداً كبيراً من المربين اعترضوا عليه واعتبروها طريقة ضارة وغير مفيدة. لماذا؟ لأنها تركز كما ترى معي على القاعدة النحوية. تركز على أن يحفظ المتعلمون هذه القاعدة دون أن تعطيهم فرصة تطبيقها تطبيقاً كافياً. مما يؤدي إلى شعور المتعلم بصعوبة النحو العربي. كما أنها من الطرق التي تعاني من قصور شديد في مساحة التطبيق التي تتيحها للمتعلمين لاستخدام القواعد في مواقف لغوية متنوعة. لذلك واستجابة لهذه الانتقادات التي وجهت إلى الطريقة القياسية أتت الطريقة الثانية وهي الطريقة الاستنباطية في تدريس القواعد النحوي. هذه الطريقة الاستنباطية تقوم على أساس نظرية علم النفس الترابطي وتفسر بأن الطفل يتعلم الحقائق الجديدة في ضوء خبراته القديمة. فالمتعلم الذي يجلس أمامك في الفصل الدراسي إياك أن تظن أنه قد أتى إلى المدرسة وعقله صفحة بيضاء بل إنه يمتلك مجموعة من الخبرات ولديه ثروة فكرية ولغوية ولفظية تساعده في فهم المشكلات والحقائق الجديدة. لذلك الطريقة الاستنباطية تبدأ أول ما تبدأ بتقديم الأمثلة على القاعد النحوي. مجموعة من الأمثلة يقدمها المعلم للمتعلمين ويطلب منهم أن يتوقفوا أمام كل مثال وأن يقرأوا هذا المثال قراءة صامتة ثم يبدأ المعلم في قراءة كل مثال قراءة جهرية ثم يبدأ المعلم والمتعلمون في مناقشة هذه الأمثلة مناقشة كاشفة تحدد مما يتركب كل مثال ما وظيفة كل كلمة داخل المثال ما العلاقة بين الكلمات المختلفة في كل جملة. هذه المناقشة لابد أن تقود المتعلمين في النهاية إلى اكتشاف القاعدة النحوي أو استنباط القاعدة من الأمثلة. إذن المناقشة التي تتم في الطريقة الاستنباطية هي مناقشة موجهة للمتعلمين حتى يستطيعوا أن يستنبطوا القاعدة النحوية من الأمثلة المقدمة لهم. إذا ما تمكن المتعلمون من استنباط القاعدة استنباطا صحيحا يبدأ المعلم في توجيههم إلى ضرورة التعبير عنها بلغتهم الخاصة ثم ينتقل بهم رويدا رويدا إلى الكتاب المدرسي حتى يقرأوا القاعدة كما وردت بالضبط في الكتاب المدرسي. إذا مطمعنا المعلم تماما إلى أن التلاميذ قرأوا القاعدة وعبروا عنها وفهموها فإنه ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة تقديم الأمثلة الإضافية على القاعدة. مرحلة تقديم الأمثلة الإضافية على القاعدة الهدف منها تركيز انتباه التلاميذ إلى كيفية استخدام القاعدة النحوية الجديدة في مواقف التحدث أو في مواقف الكتاب. إذا منتهى المتعلمون من تحليل الأمثلة الإضافية وتركز انتباههم على كيفية استخدامها في مواقف التحدث والكتابة ينتقل بهم المعلم بعد ذلك إلى المرحلة الرابعة والأخيرة في الطريقة الاستنباطية وهي مرحلة التطبيق. مرحلة التطبيق على القاعدة النحوية مرحلة مهمة لأنها تعزز الفهم وتسمح للمتعلمين باستخدام القاعدة في مواقف جديدة. هذه المرحلة لا بد أن يحرص المعلم فيها إلى أن يطمئن تماما إلى أن الطلاب قد فهموا القاعدة فهما صحيحا. وأن التطبيق يأتي من باب تثبيت استخدام القاعدة. ولذلك في مرحلة التطبيق يطبق المعلم قاعدة النحو الجديدة تطبيقا شفويا وتطبيقا كتابيا. التطبيق الشفوي والتطبيق الكتابي يهدفان معا إلى ترسيخ القاعدة في أذهان التلاميذ. وإلى أن يكتشف المعلم مواطن الضعف في فهم التلاميذ لقاعدة النحو الجديدة ويعمل على علاجه. كما أن التطبيق الشفوي والكتابي يعود المتعلمين على النطق الصحيح والتعبير السليم ويساعد في تشجيع التلاميذ على التحدث والكتابة بل ويشوقهم إلى دروس القواعد ويحببها لهم ويحببهم فيها. كما أن التطبيق أيضا يقف بالمعلم على مستوى كل تلميذ بدقة. هذه الطريقة تبدو مثالي ولكن تعرضت الانتقادات أيضا. أهم الانتقادات أنها بطيئة في إيصال المعلومات إلى ذهن التلميذ. كما أن الاكتفاء بمناقشة القاعدة من خلال أمثلة قد لا يبدو كافيا. لأننا في حقيقة الأمر نتعامل مع اللغة باعتبار أنها نص كامل وليس جملا متفرقة. ومن هنا أتت الطريقة الثالثة في تدريس قواعد النحو وهي الطريقة المعدلة أو طريقة النص الأدبي. هذه الطريقة تبدأ أولا بتقديم نص كامل للمتعلمين. هذا النص الكامل قد يكون نص من القرآن الكريم أو حديث نبوي شريف أو مقال قصير أو قصة بسيطة. المهم أن يتعامل التلاميذ مع قاعدة النحو الجديدة وهي موجودة ومستخدمة في نسيج نص لغوي متكامل. يحمل فكرة شاملة ويحمل قيمة خلقية ويحمل موقفا سلوكيا موجها ومرشدا للمتعلمين. هكذا انتقلنا إلى فكرة أن يأتي تدريس النحو ضمن الإطار العام للغة وأن يحقق تدريس النحو ليس فقط أهدافا معرفية بل أهدافا وجدانية وأهدافا بهاري. الطريقة المعدلة إذن تبدأ بمرحلة قراءة النص حيث يقدم المعلم لتلاميذه نصا كاملا يبدأ الطلاب في قراءة هذا النص في فهم هذا النص يطرح عليه بأسئلة حول النص يستخرج من النص مجموعة من الأمثلة التي تحمل القاعدة النحوية الجديدة. ثم يبدأ معهم كما جرى في الطريقة الاستنباطية في تحليل هذه الأمثلة تحليلا دقيقا واستخراج القاعدة النحوية منها في الخطوة الثالثة وهي خطوة استنباط القاعد. إذا ما استنبطت طلاب قاعدة النحو بصورة سليمة وفهموها بشكل صحيح انتقلوا إلى المرحلة الرابعة وهي المرحلة التي يقدم فيها المعلم أمثلة إضافية أخرى على القاعدة النحوية الجديدة لتركيز مدلول ومعنى ومفهوم هذه القاعدة وكيفية استخدامها في مواقف لغوية تحدثية وكتابي. ثم ينتقل المعلم إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التطبيق وكما أسلفنا في الطريقة السابقة فإن مرحلة التطبيق هنا تهدف بالأساس إلى تدعيم استخدام التلاميذ لقاعدة النحو في حديثهم وفي كتابتهم. الطريقة المعدلة هي من أفضل الطرق المستخدمة في تدريس قواعد النحو العربي وندعو المعلمين دائما في المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى الاكثار من استخدام هذه القاعدة لما لها من فوائد تطبيقية لقواعد اللغة العربية.